سجلت فرنسا أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر إصابته بمرض التهابي يرجح وأنه مرتبط بفيروس كوفيد-19 فقال مصدر طبي أن الطفل توفي بسبب تلف عصبي مرتبط بالسكتة القلبية مضيفا أن التحاليل أظهرت أنه كان على احتكاك بفيروس كورونا ولكن لم تظهر عليه أي أعراض وتشبه المتلازمة متعددة للالتهابات التي أصيب بها بعض الأطفال بمرض كوساكي ولا تزال نادرة مع 135 إصابة معلنة حتى الآن وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن المنظمة ستصدر إحاطة علمية بشأن المتلازمة متعددة للالتهابات لدى الأطفال التشير تقارير أولية إلى أمكانية الثباط ذلك بفيروس كوفيد-19 في الأسابيع الماضية تحدثت تقارير في أوروبا وأمريكا الشمالية عن إدخال أطفال إلى وحدات العناية المركزة مع وجود حالات إصابة بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة مع خصائص مشابهة لمرض كوساكي وصدمات التسمم وتفترض التقارير الأولية أن هذه المتلازمة قد تكون مرتبطة بمرض كوفيد-19 من جانبها نبهت السلطات الأمريكية الاختصاصيين في القطاع الصحي إلى المتلازمة متعددة للتهابات لدى الأطفال قائلة إنها قد تكون فتاكة ولها صلة على الأرجح بفيروس كوفيد-19 وسجد هذا المرض للمرة الأولى بنهاية الشهر الماضي في بريطانيا وبعدها جرى الإبلاغ عن نحو مئة حالة بينها ثلاث وفيات في ولاية نيويورك